بعد أن كان الصخب هنا يملأ المكان هكذا تبدو حديقة جاردانستي خالية من الزوار تنفيذا لقرار سلطة المحلية الذي قضى بإغلاق الحدائق والمتنفسة وقعات الأفراح والمناسبات إلى جانب المنشآت والمرافق التعليمية التي توقفت تماما كإجراء احترازي للحد من أي خطر قادم يحمله وباء كورونا نظرا لأن مرض كورونا أصبح وباء يهدد العالم أجمع وبناء على توصيات قيادة السلطة المحلية وكذلك مكتب السياحة محافظة تعز الذي أطانا تعميم بإغلاق الحديقة عملنا بهذه التوصيات وهذا التعميم حفاظا على سلامة المواطنين وأبناء تعز مهاما تطلعت بها لجنة الطوارئ بالمحافظة تركزت على الحد من التجمعات ومتابعة فكرة إنشاء مراكز حجر صحي كما ذهبت إلى التشديد على إلغاء كافة الفعاليات التقافية والرياضية والشعائر الدينية وتوزيع أسواق المدينة بغرض تخفيف الزحام إنشاء لجنة الطوارئ يتم عملها لمدة 24 ساعة أيضا إنشاء محق الصحي في التربة وذلك لفحص القادمين من خارج تعز والداخلين إلى تعز كذلك أيضا إغلاق كافة المنتزهات والحدائق وصلاة الأعرس وذلك وقاية للمرض إضافة إلى منع وتوزيع الأسواق الشعبية منعا من الزحامات وذلك كل هذه الإقراءات الاحترازية تأتي مهمة في مواقهة فيروس كورونا مكتب الصحة بالمحافظة بإمكانيته البسيطة وغياب شبه كامل للدعم الحكومي وفي ظل غياب لدور منظمة الصحة العالمية دشان حملات الرش الميداني والتعقيم كمرحلة أولية استهدفت المرافق الصحية وهو الإجراء الوحيد حتى الآن حتى هذه اللحظة لم تصلنا أي إمكانيات من العاصمة الموقعة عدن فيما يخص مواقهة ومستلزمات مواقهة فيروس كورونا هذه الحملات طبعا هي بالأول والأخير هي وقائية احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الحملة مستمرة طبعا حتى نستهدف كل المرافق الصحية والمستشفية العامة وما كانت تقمع الناس الحملة مستمرة وبدعم ذاتي من مكتب الصحة والسكان محافظة تعز تمر الأيام تقيلة على السكان هنا خصوصا مع انتشار الأخبار الصادمة القادمة من دول تعرف بأنها في مصاف العالم المتقدم في مجال الطب ليبقى السؤال الملح كيف سيكون مصير السكان هنا في حال انتشرت جائحة الوباء في ظل الوضع المتردي وغياب أبسط المستلزمات الطبية في محافظة تعد الأكبر من حيث عدد السكان وتعيش حربا وحصارا خانقا من قبل الملشيات يغيب عنها الدور الحكومي كما غاب أيضا دور منظمة الصحة العالمية التي وعدت بتسليم حصة المحافظة من المواد الطبية لكن حتى اللحظة لم يلتفت إليها أحد حمزة أمين قناة بالقيس تعز